أكد الرئيس السيسي أن الإرهاب في سيناء كان يهدف لوقف التنمية لذا يتعين تأمين كل خطوة في مشروعاتها وفي مدخلة له خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر أضاف الرئيس السيسي أن مصر تخوض حربين الأولى ضد الإرهاب والثانية من أجل التنمية والبناء لما بنقول أن أنت عايز تنقل المياه دي أكتر من 100 كيلو شوف العمل الهندسي والمنشآت والمواد اللي دخلها في نقل المياه دي عشان توصل إلى الأماكن اللي حيتم مزرعيتها اللي أنا بقول عليها شبكة نقل المياه أو شبكة الري انشئتوا من أنتوا تسموها كده بصوا حضراتكم عشان يعمل الكلام دوت بيتعامل ما يقرؤ زي دفق بشكل أو بآخر ترعة تانية بتتحط فيها المواسير بالشكل اللي أنتوا شايفينه وبعدين تتأمن كويس أوي وبعدين تتردم وبعدين كتال المياه توصل أنتوا عرفتوا ليه الإرهاب في سيناء عرفتوا ليه عشان ده ما يتعملش عشان تفضل كده الحرب حربين حرب ضد الإرهاب وحرب البناء أنا جبت الصورة دي لأن دول ثمان مواسير ثمان مواسير ثمان مواسير بعد كده بيقوا ثلاثة أو اتنين حسب من حركة الأرض كل ده تكلفة بالمليارات عشان في الآخر نقدر نقول إن سيناء بقت فيها تنمية حقيقية حقيقية